اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي توقعات سابقة اليوم انا رح اضيف نوع من انواع التوقعات الجديد وانتو لحالك قيموا ما بين توقعاتنا اعتمادنا على حركة القمر وما بين توقعاتنا اعتمادنا على الخارطة الفلكية فانتو قيموا انو الايجابي اكثر انو اللي انتو حابين اكثر ايش اللي انتو حابين انا اظلم مستمر عليه فحاولوا تكتبولي رأيكو تحت يعني حطتلكو انا رح احكي لك كل برج نوعين من التوقعات اللي هو نوع على حركة القمر ونوع على حسب الخارطة الفلكية عشان هيك الحلقة اليوم طويلة عشان الواحد يسمع برجه بكل مجراياته بكل ابوابه بكل بيوته وانتو علقولي تحت اكتبولي انو اي طريقة بدكم بتكون الاقل اللي هي الابسط والمختصرة ولا اللي انا بتفصل فيها اكثر على مستوى الخارطة الفلكية ولا الثنتين مع بعض فهذا انا بنتظره تحت في التعليقات عشان نعرف ايش الفترة القادمة اللي بدنا نركز عليه طبعا اليوم توقعاتنا هي ليوم الاحد تسعة اثنين زي ما حكينا انو القمر استقر بالاسد اليوم رح يكون في منزلة الزبرة هي منزلة منتازة للربح والحرية والصلاح والاصلاح حتى ساعات الصباح ومعدين رح ينتقل لمنزلة الصرفة اللي هي منزلة منتازة للربح والضرر والخراب واصلاح الشركاء وثبات الموظفين طبعا تأثير القمر على كافة الابراج لما بيكون موجود في الاسد وطبعا اليوم رح يكتمل القمر برضو في الاسد فهذا التأثير رح يستمر معنا لمدة شهر كامل اللي هي الدورة الفلكية كاملة لحديث ما يكتمل القمر المرة الجاي ففي حال اكتمال القمر بيكون الناس من حولينا في هاي الفترة اكثر كرم مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب ووسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ووسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت الانتباه خصوصا عند الآخرين بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية التقابل السلبية اللي رح تكون بين القمر والشمس هاي الزاوية اللي هي بتدل على انه القمر اكتمل بدر رح تكون هاي الزاوية الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتأثر علينا انه بصير عنا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار ممكن ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تتليف ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة أربعة وثمان دقائق عند المغرب تقريبا بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا رح نحكي اليوم ورح نحكي بكرة عن خلو المسار لانه برضو رح يكون في خلو مسار بعد الزاوية هاي الساعة أربعة وثمان دقائق مساء ورح يستمر لغاية الساعة 11 وثمانية وثلاثين دقيقة مساء عند منتصف الليل فاليوم احنا ذكرناها وبكرة رح نذكرها برضو لانه بكرة حلقة بكرة رح تكون في نفس الوقت اللي رح يكون فيه خلو المسار فحبيت اني اذكر انه خلو المسار رح يكون اي ساعة ويستمر لاي ساعة القمر موجود في برج الاسد وحكينا انه فيه خلو مسار يعني رح يكون فيه حلقة الغد عمر القمر القمر مكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة 33 و 32 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينش بصير عمره 17 يوم نسبة الاضاءة بتكتمل 100% بصير بدر كامل بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتحركاتها الشمس في الدلو حتى 19 اثنين مزاجها ممتزج وحكينا المزاج الممتزج هو بيكون انه طول اليوم المزاج تاع الكوكب هذا بين سعيد ومنتحس متقلب فعشان هيك بنحكي ممتزج انه بيحتوي على سعادة ونحوسة في نفس اليوم اكثر من مرة القمر في الاسد حتى 9 اثنين مزاجه سعيد عطارد في الحوت حتى 17 اثنين بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج الزهرة في الحمل حتى 5 الثلاث المزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس البرج في الجدي المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاث بعدين بنتقل لدلو مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس البرج مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتوف الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني في هذا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت منتع معهم فترة مثمرة إيجابية تنجح بحملات الترويج عشان هيك بدك تكون جريء في الطرح أو طرح السلعة أو الشيء اللي انت بدك تروج له بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي ممكن تتلقى جواب أو عرض يكون ممتاز جدا ولكن أنا بدي أفيدك برضو في تحليل آخر خارطك الشخصية فوجدت أنه بالنسبة للحمل شوي المزاج والشخصية عندهم في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك عصبيتهم بتكون حادة في منهم بحسب نوع من التوعق أو النفسية الغير مرتاحة الوضع المالي في منكو رح يحصل على هدايا ولكن أو يحصل على مال من عمل إضافي ولكن إنه النسبة بتكون ضعيفة يعني مش الكل رح يشعر بهذا الارتياح أو هذا الدعم المالي بلاقي إنه عنده مصاريف برضو بتستنى فيه فيه كثير من النشاطات والتحركات ولكن برضو بتكو تنتبهوا إنه في ساعة اللي هي ما قبل المغرب أو عند المغرب ممكن عصبيتكو تثور وتنفعلو أو يصير عندكو عصبية زيادة بالنسبة إلى مستوى البيت حضوض ممتازة إلا إنه في بعضكو رح يصير عنده نوع من أنواع الأعطال في المنزل برضو هاي رح تكون برضو في ساعات اللي في ساعات المساء العاطفة تقريبا حضوضها ممتازة بالنسبة للفترة هاي العاطفة والحضوض بالنسبة للعمل نفس الشيء عندكو الأمور ممتازة جدا على مستوى الشراكة يعني ما في أي إشي بخوف برضو زاوية إيجابية ومرضية اللي عندهم أمور إلها علاقة في المواريث أو المطالبات المالية أو الديون أو التحصيل المالي برضو هاي الفترة ممتازة ممكن يجيكو أموال من خلالها أو تحققوا نتائج أو تحصلوا بعض الديون في هاي الفترة بنوصل للبيت التاسع بيت المحاكم والقضايا والتهور والسفر ما بنصح البيت فارغ يعني لا معاكو ولا ضدكو فبتكون الزوايا كلها اللي شكلت على هذا البيت ما بتعطي حضوض وبرضو ما بتعطي معاكسات ولكن وجدت أنه البيت العاشر بيت السمعة والشخصية أنه عندكو شوية نشاطات ولكن في منكو رحي يستخدم الأسلوب لغاية ساعات الصباح اللي هي الضغط النفسي أو التحكم أو فرض الرأي أو التدخل في شؤون الآخرين فهاي ممكن يتسبب له خسارات بعدين بعد فترة الصباح الأمور بتصير بالشكل الإيجابي جدا في نشاطات اجتماعية أو زيارات اجتماعية عندكو برضو خلال هذا النهار رح تكون فيه أوجه وممتازة جدا بيت المتاعب تقريبا ما فيه أي تأثير سلبي بالعكس يعني بعطيكو شوية نوع من أنواع الحضوظ يعني نوع من أنواع الدعم إنه ما فيه شيء برضو بيدعي للقلق أو أي أمور أخرى ولكن إنه حاولوا إن كنت تستغلوا هذا النهار بما إنه عنا أكثر من بيت إيجابي فهي لصالحكو إن شاء الله تعالى برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ابتلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي تخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية خذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك طبعا هسا أنا رح أحكي لك خارطك الفلكية شو بتحكي لأنه هذا توقع على حسب حركة القمر ولكن أنا بدي أشرح لك على حسب الزوايا الفلكية إيش التوقعات للغد لكل البيوت على المستوى الشخصي شخصيتك أحسن نفسيتك أحسن حاسس بارتياح حاسس بقدرة للظهور أو التواصل مع الآخرين في عندك دافع قوي نفسي موجود على المستوى المالي نفس الشيء عندك حضوظ قوية جدا وممكن أنها تجيك أموال في خلال هذا النهار أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أو من عمل إضافي ولكن بدك تنتبه أنه هذا بدل على أنه في عندك شوية مصاريف أو التزامات أنت رح تتم فيها وخصوصا في ساعات المساء عندك فكرة للتنقل بشكل كبير قدرة على التواصل مع الآخرين سرعة البديهة عالي جدا عندك بشكل ممتاز جدا ولكن أنه أنت عصبيتك شوي رح تكون في أوجها خصوصا في ساعات المساء بالنسبة لوضع البيت عندك رح يكون في عندك نوع من أنواع الانسجام البيتي أو التعاون مع الإخوة أو مع الجيران وتحديدا مع الإخوة أو مع أحد الأبوين ورح يكون في إيجابية عالية جدا أو مصالحة في فترة اللي هي الظهيرة بالنسبة لبيت الحب والعاطفة والحضوض خالي ما في أي تحركات فعشان هيك هو لا إيجابي ولا سلبي أنت اللي بتقدر تتحكم فيه بالنسبة لأمور العمل والتقديم على العمل أو علاقاتك على مستوى العمل هي ممتازة جدا ولكن بدك تنتبه في ساعات المساء من بعض التوعقات الصحية أو التعب أو الإرهاق بدك تحاذر منها مستوى الشراكة المالية إليك السيطرة الوضع إيجابي جدا بالنسبة لإلك شراكة مالية أو شراكة عاطفية ممكن تجيك هبة أو منحة أو سداد دين أو شيء له علاقة بالدعم المالي في خلال هذا النهار برضو الأمور ممتازة رح تهتم في الأمور الغيبية أو الإطلاع على أمور مخفية أو شيء له علاقة بالغيبيات بيت السفر خالي لا في عندك إشي ضد ولا إشي معه فعشان هيك برضو نفس الشيء منحكي لك أنه الأمور يعني ما في حضوط دعمك وما في إشي برضو سلبي أنه ينعكس عليك بالنسبة للبيت العاشر هذا اللي أنا أبدأ حذرك منه اللي هي فرض السيطرة على الأصدقاء أو العصبية أو أنه في حال الإجتماع في إجتماعات بعض العلاقات مع الإخوة مع الأصدقاء مع الرفقاء في دعوة مناسبة ما تفرض سلطتك أو عصبيتك لأنه شوي رح تكون حاد وجاف وممكن تخسر أشخاص في هذا اللقاء فبدك تكون حذر عشان ما تشوه صورتك أما في فترة ما بعد الظهر لغاية المساء هاي الفترة بتبلش بالإيجابية بالنسبة لإلك ووتيرة هذا الضغط بتنتهي عندك اتصالات قوية وعندك نوع من أنواع الدعم الشخصي أو الدعم الأصدقاء لإلك أو المعارف ولكن بدك تنتبه إنه في أشخاص بتربصوا لك أو بيحاولوا إنهم يدققوا عليك بشكل كبير عشان يمسكوا عليك أخطاء معينة ويحاولوا إنهم إما إنهم يثيروا الفوضى أو يثيروا زعلك فبدك تكون حذر من هذه النقطة وحاول إنك أنت تراقب وضعك الصحي خلال هذا النهر برج الجوزاء بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزها قصيرة بيكون لديكم تعامل مع أخ أو مع جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض بيصير عندك نوع من أنواع الزيارات والتنقلات خلال هذا النهر طبعا هاي التوقعات لها علاقة بحركة القمر ووجود القمر في الأسد فهاي التوقعات اللي إحنا بنستنتجها من هاي التحركة من هذا الاستقرار للقمر في الأسد ولكن الآن أنا أبدأ أحكي لك عن خارطتك الفلكية وإيش التوقعات بالنسبة لهذا اليوم الإجمالية بالنسبة للخارطة الفلكية بالنسبة لشخصيتك الحمد لله نفسيتك راح تكون اليوم أحسن عندك طاقة كبيرة عندك حب ظهور ما بتخاف حدا ما بتخشي حدا ولكن عندك تنتبه في ساعات المساء إنه شوي هيك الأمور تضغطك خصوصا في فترة خلو المسار بالنسبة للأمور المالية فيه فرص للمال راح تجيك لغاية ساعات المساء يعني هذه الفترة راح تكون فيها نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل أنت راح تفكر بالفوترة أو المحاسبة أو تزديد الديون أكثر من أنه أنت تحتفظ في هذا المال بدك تنتبه بما أنه القمر بالأسد وهو إلو علاقة بالتحركات وفي خارتك الفلكية الإشارة عندي أنا بتعطيني أنه فيه مخاطر في هاي التنقلات فأنت بدك تحذر من التهور بدك تحذر من الاندفاع بدك تحذر من العصبية هذولا الثلاث أشياء وتنتبه أثناء القيادة من أي تهورات ممكن أنه تأدي لا سمح الله لشيء لا يحمد عقبة ومنكو راح ينشغل إما بتصليح سيارة أو عطل في سيارته أو في جهاز النقال التليفون أو بجهاز الكمبيوتر تاعه بالنسبة لوضع البيت مشحون يعني أنت شوي عصبيتك راح تكون ظاهرة على مستوى البيت وممكن حتى أنه أنت توصل لمرحلة الزعل أنت وأحد أفراد المنزل فبدك أنت تكون حذر لها النقطة هاي وبرضو بتدل على بعض الأعطال داخل المنزل بالنسبة للبيت الخامس لألك ممتاز جدا يعني الأمور العاطفية في أوجها برضو عندك قدرة للتعارف أو التواصل العاطفي في هاي الفترة شوي ساعة المساء اللي في فترة خلو المسار هاي راح تضعف عندك والحضوض راح تقل فاستغل فترة الصباح لغاية فترة المساء أو من الآن لغاية فترة العصر نحي هاي فترة إيجابية جدا فيها كثير من الحضوض واللقاءات العاطفية والتعارف والحضوض اللي بتدعمك على مستوى العمل برضو نفس الشيء الوضع ممتاز جدا عندك برضو اللي بده يقدم له وظيفة جديدة أو بده يدعم من الزملاء أو أي شيء اللي علاقة بالعمل فالوضع راح يكون ممتاز جدا على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فبلاحظ أنا أنه الأمور شوي هنا ضغطة شوي يعني هي لا إيجابية ولا سلبي ولكن فيها بعض السلبية غالبة على الخارطة الفلكية فأنا بحكي لك أنه بدك يدير بالك أنك أنت تزعل أنت وشريكك بالعاطفة أو شريكك بالمال اهتمام بالأمور الغيبية واضح راح يكون عندك لساعات العصر للمواريث لسداد الديون للمطالبات المالية عصابك بتكون هادي في هذا الاتجاه وعندك حضوظ قوية في هذا المجال على البيت التاسع طبعا اللي عنده حب أنه يددم لا فيزا أو لا هجرة ما بنصحه في هذا اليوم نهائيا الوضع سلبي جدا حتى اللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوا مظبوط وبدهم يهتموا بالماد اللي بدهم يدنوا امتحان فيها حتى لو كانت مقابلة أو اتصال مع أجانب برضو نفس الشيء بده يكون حذر جدا خصوصا لغاية ساعات الظهر ما بعد ساعات الظهر بتكون أحسن شوي الأمور بالنسبة للكم بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة برضو نفس الشيء دير بالك من أي تورطات لغاية ساعات الظهر لأنه بعد هيك الأمور رح تنعك السلبي عليك خصوصا بالفترة هاي وممكن تسبب لك بعض المشاكل علما أنه من المفروض أنه أنت في عندك تحركات قوية هذا اليوم خصوصا لقاءات وممكن مع الأصدقاء أو المعارف أو شيء له علاقة بالرفع والرقي فهاي الفترة مناسبة جدا لهاي الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك بيت المتاعب فأنا بقول لك أنه لا الأمور ضغطة جدا ودير بالك من أي حد بتأمر عليك من الخفاء أو بتشف سرك أو ما تأمن بسرك على أحد لأنه الفترة هاي ممكن تسبب لك كثير من المشاكل وممكن تخسر أشخاص من وراء هذا الانفعال أو هذا التهور أو تسريب هاي المعلومات عنك فسرك خليلها إليك وحاول أنك ما تكون عصبي وانتبه لصحتك أهم إش أنك تراقب صحتك لأنه صحتك ممكن تكون طاقتك شوي ضعيفة خلال هذا النهار برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع ذلك احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة بتعالج استحقاقات مالية ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش أنك تتفاعل هاي بالنسبة لتوقعات اللي إحنا منعتمد عليها بحركة القمر ولكن أنا رح أعطيك توقعات اللي هي على حسب الخارطة الفلكية بتاعتك بالنسبة للوضع النفسي شوي عندك نوع من أنواع الاكتئاب أو عدم الاستقرار النفسي أو الاضطراب النفسي النوع من العصبية خصوصا فترة الصباح فترة الظهر شوي بتتحسن بعدين بترجع بتنعكس عندك الأمور الشخصية بتحس أنه ما عندك طاقة ولا جهد على شيء وضع المال بشوف أنه لا الوضع المالي شوي صعب أنت عندك مطالبات مالية وعندك التزامات مالية وعندك مصاريف مالية كثير وعندك نظام فواتير أنت بتحاول أنك أنت تعالجه بأي طريقة ولكن أهم إش أنك ما تعتمد على تراكم هاي الفواتير حاول أنك تجدلها حل بالنسبة للتنقلات عندك اليوم رح يكون فيه تنقلات كثيرة وعندك اتصالات كثيرة سرعة تبديها كعالية جدا ممكن تروج لأي شيء أنت بحاجة لتسويقه أو بيعه ممكن يجيك اتصالات لدرجة أنك ما تنزل التليفون عندانك من كثر ما رح يجيك مكالمات أو أنت تجري اتصالات بالنسبة لوضع البيت مش مستقر شوي عندك بعض المشاكل الداخلية في البيت عندك نوع من أنواع العصبية تجاه أحد أفراد البيت بدك تحاول تمسك حالك ممكن يصير عندك نوع من الأعطال أو بعض الصيانات أو الزامات الداخلية فعشان هيك بدك تهتم في هاي المسألة لأنها نقطة ضعف عندك وبما أنه برضو البيت الخامس اللي هو العاطفي برضو بعطي بعض الإشارات اللي هي بتدل على الإنفعال فدير بالك أنه تخلق مشكلة بينك وبين عاطفتك أو الطرف اللي بيمثل عاطفتك إن كان ذكر أو أنثى ويصير خلاف ما بينك وخلال هذا النهار أما اللي بده يقدم على عمل أو وظيفة خلال هذا النهار فهو ممتاز جدا وعنده أمور وحظوظ ممتازة جدا أمور الصحية برضو رح يكون فيها نوع من أنواع التحسن أما بالنسبة لوضعه مع الشراكة برضو هنا هاي تكرر نوضع الشراكة المالية والعاطفية في حدي موجودة فيها فهذا أنا بحذر منه من خلافات أو بعض المشاكل مع الشريك خصوصا شريك العاطفي أكثر من شريك العمل في نوع من أنواع الخوف ممكن يصير عندكو نوع من أنواع الاضطراب بأحلامكو نوع من أنواع الفزع أو الكوابيس عند أغلبكم رح تكون هاي لأنه بمرحلة الليل في نوع من أنواع الزاوية اللي بتشكل ضغط نفسي على كيميا الأحلام فممكن منكم اليوم كلها تكون عندهم خرابيط أو عدم الاستقرار في المنامات أو أنه حتى في أحلامهم يكون في شيء مش مزبوط اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسات أو على مستوى الجامعي أو سفر أو علاقات مع أجانب أو دراسة لغات جديدة الفترة هاي ممتازة جدا الحظوظ بتدعب منكم بشكل ممتاز كثير وفي نفسية عالية جدا وشخصيتكم قوية في هذا المجال حتى في منكم ممكن يتعرف أو يبدأ علاقة في مضمار الجامعة أو مضمار الأكاديميات التعليمية أو من خلال وسائل التواصل أو مع ناس خارج البلاد ولكن بدك تنتبه أنه في علاقاتك الشخصية أو الشيء اللي له علاقة الاجتماعية أو علاقاتك مع الناس أو مع الأصدقاء بدك تنتبه من لسانك وتهورك وتلفظك لأنه ممكن هذا يسبب لك مشكلة وإحراج والمشكلة هاي تكبر أو يتناقلوها أكثر من شخص لدرجة أنها رح تضر في صمعتك على مستوى العلاقات الاجتماعية حكينا الوضع ممتاز جدا ولكن بدك تنتبه أنت بما أنه تكرر عندي أنا البيت العاشر وتكرر عندي أنا بيتك 12 بيت المتاعب برضو أنه الوضع سيء جدا فبدك دير بالك من شخص بيكيد لك أو بتأمر عليك بالخفاء أو بحاول يتصيد لمشكلة أو لإفشاء سرك ويسبب لك مشاكل كثيرة فبدك تكون حذر من هذا النقطة ويهتم شوي إذا صار عندك نوع من أنواع التواعقات الصحية لا تقلق لأنه برضو عندك البيت السادس بيعطيك إيجابية رغم أنه بيعطيك سلبية في بيت المتاعب فهو شيء مؤقت أو شيء سريع أنك أنت تسيطر عليه برج الأسد تبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد عندكم النشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم المركزكم الاجتماعي وبتوضح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم وبتشعر بالحماسة الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد تملك أفكار باهرة وحلول مذهلة تبدأ صفحة جديدة في حياتك طبعا هاي كلها إشارات لتحليل حركة القمر وجود القمر عندك الآن بدنا نشوف الخارطة الفلكية تاعتك وإيش اللي ممكن نحلله في الخارطة الفلكية عشان ندمج ما بين التوقعين ونطلع بنتيجة تكون إن شاء الله إيجابية الوضع الشخصي والنفسية مرتاحة كثير يعني ما في أي شيء يضغطك بالعكس أنت عندك اليوم قوة شخصية عالية جدا وعندك نشاط واضح عندك عدة أفكار في راسك حاب أنك أنت تعملها صحيح أن الوضع المالي ضاغط الساعة لا إيجابي ولا سلبي تضغطك بعض الأمور المالية وعندك شوية مصاريف ما تتهور برضو تصرف الباقي يعني تتهور وتندفع في هذا الموضوع عندك كثير من النشاطات والتنقلات والاتصالات خلال هذا النهار ممكن يكون عندك زيارات ممكن يتروج لسلعة معينة أو لبضاعة معينة أو لفكرة معينة وتحصل من وراها لنتيجة إيجابية ولكن بدك تنتبه في ساعات المساء أنه شوي أنت رح تفقد الحماسة في هذا الموضوع ولكن الأمر إيجابي جدا ما فيه إيش سلبي رح يكون بالنسبة لوضع البيت أنت مسيطر عليه بالشكل الإيجابي بالعكس اللي في البيت بتعاونوا معك ماشين معك مثل ما بدك ما فيه أي شيء ناتج للبيت للإخوي للجيران لا أي شيء يعكر صفوك أو مزاجك داخل البيت بالنسبة للعاطفة نفس الإيش عندك العاطفة شوي فيها نوع من أنواع القوة ولكن هذا ما يعني أنه أنت رح تبدأ بعلاقة جديدة ممكن أنت يكون عندك بعض الاتصالات العاطفية أو اللقاءات العاطفية أو نوع من أنواع تفقد الحبيب ولكن أنه مش بالنهم القوي جدا يعني رح يكون شيء أقل من الطبيعي لأنه عندك شيء بيشغلك أكثر من الموضوع العاطفي خلال هذا النهار بالنسبة للبيت السادس بيت الصحة والعمل برضو اللي عنده حاب يقدم لوظيفة أو العمل أو وضع العملي ممتاز جدا وبرضو مسيطر على الأمور الأمور لصالحه حتى لو بدي يقدم مع وظيفة الوضع برضو لصالحه الأمر إيجابي بالنسبة لبيت الشراكة شوي في نوع من أنواع الضغطات والعصبية ممكن شراكة عاطفية أو شراكة مالية رغم أني أنا بشوف الحضوض في البيت الخامس مع العاطفي قوي شوي ولكن أنت مزاجك رح يكون عصب شوي ردات فعلك رح يكون فيها نوع من أنواع النفسية المتقلبة فعشان هيك بدك تحذر من هاي النقطة وما تنفعل وتتهور حاول أنك تسيطر على حالك بالنسبة للبيت الثامن لك عندك اهتمام بالأمور الغيبية أو في أمور إلها علاقة بالمغيبات أو التاريخ أو الفلسفي أو الأمور اللي إلها علاقة بالديون أو السداد المال أو تحصيل المال ممكن عن طريق دعم خارجي البيت التاسع بيت السفر ما بنصح لتقديم أي معاملة إلها علاقة بالسفر واللي عنده سفر يتفقد كل أغراضه بشكل كامل لأنه ممكن ينسى أي شيء ممكن يصير عنده عركسات بالأمور هاي اللي عنده امتحان جامعي بده ينتبه يدرس وما يعتمد على الحظوظ لأنه الوضع مش إيجابي بالنسبة لبيت الدراسة والسفر برضه علاقته مع الأصدقاء بده يحذر منها لأنه شوي عصبيته عالية جدا بالفترة هاي أخطاءه ممكن لا تغتفر في الفترة هاي فممكن يدققوا عليها يعني هذا آخر يوم تقريبا ضاغط في النقطة هاي وبعدين بتصير الأمور بشكل إيجابي إن شاء الله خلال الفترة القادمة بالنسبة لعلاقاته برضه الاجتماعية وما عارفه في بلا نوع من أنواع الدعم من أشخاص بتدعمه نفسيا وممكن ماليا كمان ولكن بده ينتبه إنه في ناس بتتصيد له في ناس رح تكون تابعيته أو بتحاول تحفر له في بعض النقاط على أساس أنها تورطه بمشكلة معينة فما في داعي لمخالفة القوانين وما في داعي أنك أنت تتقمص شخصية مش موجودة فيك فعشان هيك عشان تسكر هذا الباب وانتبه لبعض التواعقات الصحية إن صادفتها بشكل طفيف جدا ما رح تكون شيء خطير ومؤثر عليك برج العذراء طبعا لآخر يوم القمر موجود في بيت متاعبكم يعني برضو اليوم رح يسيطر عليكم التعب شوي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنقفضة ممكن يخيب أملك أو تتأخر بعض أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب ولا تحسن قرار ولا تكون لجوج ممكن يخذ لك الحظ شوي طبعا هذا بالنسبة لتوقعات حركة القمر الآن أنا رح أعطيك توقعات اللي هي على حسب الخارطة الفلكية إيش اللي أنا بتوقع لك هي على حسب كل الكواكب وشو بتعمل أنا بحكي على حسب الخارطة الفلكية حتى رغم أنه القمر موجود في بيت المتاعب ولكن أنه في طاقة غريبة موجودة عندك أنه اليوم أنت برضو شخصيتك مش ضعيفة أو نفسيتك مش مضطربة أو ضعيفة بالعكس عندك جراءة وعندك حركة وعندك نشاط خلال هذا النهار أحب أنك أنت تتواصل مع اللي حواليك بالنسبة لوضع المالي شوي في فرص مالية ولكن عندك تدير بالك شوي عند المساة من المصاريف أو النفقات عندك قدرة على الاتصالات والتواصل والأمور الهائلة بالنسبة للتسويق أو الأمور للترويج لبضاعة واللي عندهم امتحان ممكن حتى يكون الفترة هاي مناسبة جداً اللي هي في فترة اللي هي في الفترات الأساسية اللي هي ما قبل الثانوية ما قبل الجامعة أما بالنسبة للبيت الرابع فعندك مشاحنات كثيرة داخل البيت وضعك مش بالشكل القوي عندك مشاكل واضطرابات داخلية ممكن علاقة مع الحبيب أو مع الزوجة أو مع أحد الوالدين أو مع الإخوة فحاول أنك تهدي أعصابك لأنه عندك البيت الرابع والخامس مضطربات جداً فحتى ممكن أنه يسبب لك أي شيء على المستوى العاطفي من خسارات إن كان عاطفياً دخل البيت أو عاطفياً خارج البيت عمستوى الشراكي المالي والعاطفي الأمور عندك مستقرة ممكن أنه شوي الأمور أنت تقدر تسيطر عليها بشكل إيجابي ممكن شوي يكون في عندك نوع من أنواع الدعم على المستوى الشراكي صحتك شوي بتهتم فيها رغم أنه أنا بحذر من الصحة لأنه البيت السادس بعطيني إشارة أنه شوي عندك نوع من أنواع التواعقات أو عدم القدرة الكاملة أو الصحة الكاملة اللي أنت بدك إياها موجودة بالشكل الكافي بدك تدير بالك من أحلامك بالفترة هاي لأنه شوي عندك البيت الثامن صعب شوي بدك تدير بالك من الديون ما تدين حدا ما تحاول أنك تعتمد على حد أنك أنت تسلف شيء بعد فترة يرجع لك لأنه هذا الشيء ممكن أنت تخسره أو ممكن ينتصب عليك دير بالك أنك تفقد أشياء أو أغراضك أو تنسى مفاتيحك محفظتك هويتك بطاقتك حاول أنك تكون مركز اللي عنده امتحان جامعي برضو بده ينتبه بشكل كبير إذا عندك امتحان في المرحلة الجامعية بدك تركز ما تعتمد على الحضوض نهائيا إذا عندك قضية في محكمة أو عندك مراجعة لقضاء معين دير بالك منك تتهور أو تخالف القوانين لأنه هذا الإشيء رح ينعكس عليك سلبي جدا رح يكون والأمر ما رح يكون بالساهل على المستوى العلاقات يعني شوي برضو حاد الطباع أنت في علاقاتك وفرض سلطتك وسيطرتك على اللي حواليك هذا الإشي برضو رح يزعجك على البيت المعارف والشهرة برضو نفس الشيء دير بالك أنت من المخالفات برضو برجع بحذرك من المخالفات القوانين وفرض الرأي والسيطرة وبدك تدير بالك أنه في ناس يعادة بتترصد لك يعني ممكن أي غلطة أنه تتسجل عليك وما تغتفر ودير بالك على صحتك راقب صحتك بشكل ممتاز برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلي أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتكم مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاء داعم خلال الفترة هاي ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي هاي بالنسبة لتوقعاتنا للقمر ولكن بدنا نشوف توقعاتك بالنسبة للخارطة الفلكية لكل الكواكب ايش بتعطيك في هذا النهار بالنسبة للوضع النفسي عندك الأمور الحمد لله يعني أمورك كويسة نفسيتك أريح شخصيتك ثقتك بشخصيتك أو بنفسيتك برضو ممتازة لكن الوضع المالي شوي تعبان عندك كثير من المصاريف أو عندك ضغط مصاريف الفترة هاي ما في حضوض في بيت المال فهي بتعتمد بس على أنه أنت شو بتدفع مشو بيجيك بالنسبة للاتصالات والتنقلات عندك حركة دقوبة عندك حركة كبيرة عندك اتصالات كثيرة خلال هذا النهار واللي بيشتغلوا في مجال التسويق عندهم قدرة على ترويج لبضائعهم وتحقيق نتائج ممتازة على مستوى البيت الوضع شوي مشحون يعني بيخلق لك شوية مشاكل داخل البيت فبدك تنتبه من النقطة هاي أو بيجيب لك بعض الأعطال المنزلية أو الخلافات مع أحد الوالدين أو مع الإخوة بالنسبة للوضع العاطفي ممتاز عندك يعني استقرار عاطفي مش الأمور صعبة بالنسبة للوضع الصحي بدك تنتبه عليه وضعك في العمل ما تهمل ما تقصر لأنه برضو رح يسبب لك شوية مشاكل وضعك بالنسبة لشراك المالية والعاطفية يعني فيه نوع من النوع الإيجابي ومستقر وضعك بالنسبة للأمور الديون والتحصيلات ممكن أنك تحصل شيء إلك أو تلاقي شيء كان ضائع منك ورح يكون إيجابي على مستوى الامتحانات بالنسبة للحظ لا هو معك ولا هو ضدك فيه نوع من أنواع الضغط رح يكون عليك فترة العصر في هذا الباب خصوصا في الاتصالات والمواصلات أو علاقة مع ناس خارج البلد أو على المستوى الدراسي الجامعي أو اللي بيشتغلوا في المجال الجامعي ممكن شوي عصابهم هيك تكون مجدودة في الفترة هيك أما خلال هذا النهار على مستوى النشاطات الأصدقاء أعتقد أنه أنت ما عندك القابلية للتواصل مع أحد وإذا تواصلت بتكون عصبي ومنتقد وحساس جدا فبدك تنتبه من النقطة هاي ورغم أنه ممكن أنت تلاقي دعم من شخص ما بتعرفه أو شخص بتعرفه يدعمك في وقت أنت بحاجة للدعم وبدك تنتبه أنه لو اغلطت فيه ناس بتتصيد لك وبتراقبك ودير بالك من وضعك الصحي برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل هدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هذا بالنسبة لتوقعاتنا بالنسبة لحركة القمر ومكانها بالنسبة لبرجك فالآن بدي أشوف الخارطة الفلكية تاعتك وبخصوص الخارطة الفلكية رح أعطيك توقعات أوسع وأشمل بالنسبة لنفسيتك أريح عندك نشاط اليوم عندك حيوية والوضع المالي ممكن يجيك دعم ممكن تحصل على مال أو على هدية بالنسبة لاتصالاتك وتواصلك مع الغير عصبي جدا ومنفعل وبدك تدير بالك أثناء القيادة من التهور أو الانفعل أو المغامرة لأن الوضع رح يكون صعب عليك ودير بالك من اختلاق المشاكل وردات الفعل على مستوى البيت الوضع مستقر ما في أي شيء بيستفزك يعني وضع نحكي له له عليك ولكن الشوي رح يكون معك المستوى العاطفي أنت عصبي جدا فممكن أنت تسبب مشكلة بينك وبين حبيبك أو على مستوى العلاقات العاطفية ممكن أنت يصير فيه خصام ما بينك وبين الشخص اللي أنت بتحبه الحضوظ ما تعتمد عليها نهائيا لأنه شوي الوضع ضاغط بالنسبة إلى وضع العمل أنت مسيطر عليه اللي بيشتغلوا أو بدهم يدموا على عمل جديد برضو الوضع ممتاز لإلهم الوضع الصحي برضو جيد يعني أي أعراض فيها عراض جانبية ما بتخوف على مستوى الشراكة المالية والعاطفية الأمر الشوي في نوع من الحدية برضو هنا منحكي للأزواج أنه دير بالك من خصام مع الشريك العاطفي أو الشريك المالي عندك اهتمام بتفسير أحلامك أو مناماتك لأنه شوي الوضع على الأمور الغيبية واضح رح يكون عندك خلال هذا النهار أو الاهتمام في المسائل المغيبة على مستوى الامتحانات أو على مستوى السفر أو على مستوى المؤسسات الجامعية يعني ما فيها الحدوض اللي تكون معك أو تكون ضدك البيت خالي تماما من أي اتصالات فعشان يكاعد على حسب نشاطك الشخصي في نوع من أنواع الاتصالات رح تكون على مستوى الصداقات والعلاقات ولكن أنه مش بالشكل القوي اللي أنت بترغب له دائما ممكن تلاقي دعم من حليف أو من شخص يدعمك بمسألة معينة أو يساعدك في موضوع معين ولكن بدك تنتبه أنه أنت شوي عندك نوع من أنواع العصبية والحدية وهذا ممكن يسبب لك مشاكل ويوجد لك بعض الأعداء اللي تربصوا لك بالخفاء وبدك تنتبه شوي على وضعك المتقلب خصوصا برضو في الوضع الصحي فهو هنا الوضع الصحي عندك ممتاز وهو هنا الوضع الصحي بعض تقلبات فأكيد بدل هذا على هيك توعكات مرورية يعني مرة بسلاسة يعني بتمر وبتروح ما إنها إشي رح يستمر معك يعني نوع من أرواع الإرهاق أو نوع من أنواع الوهن بتحس فيه بفترات متقطعة خلال هذا النهر برج القوس بتنشطوا في السفر أو اتصال بعيد أو بتشارك في حملة أو ورشة عمل تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتسافر في رحلة أو بتفرح لانفراج أو تسوي مهمة تهتم بهواية جديدة عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكمان يعني القدرة على التواصل مع المحيط هاي بالنسبة لتوقعاتنا على حسب حركة القمر بالنسبة لبرجك أما بالنسبة لخارتك الفلكية وإيش أنا بتوقع لك عليها بالنسبة للوضع النفسي أنت نفسيتك أحسن عندك نشاط وعندك حركة اليوم نفسيتك أفضل من الأيام اللي مضت شوي الوضع المالي بيعملك نوع من أنواع الاضطراب عندك التزامات كثيرة وعندك حسابات كثيرة وعندك فوترة كثيرة أهم شيء أنك حد من مصاريفك عندك تنقلات واتصالات عالية جدا خلال هذا النهار عندك قدرة على إقناع الغير بوجهة نظرك أو بالأشياء اللي موجودة عندك على مستوى البيت أنت في عندك بعض المشاكل إما أعطال في المنزل أو مصاريف منزل أو خلاف مع أحد أفراد المنزل البيت الخامس العاطفي يعني نوع من أنواع الاهتمام العاطفي أكثر من أي شيء آخر بيكون عندك خلال هذا النهار على مستوى العمل مسيطر عليه صحة مسيطر عليها ما في أي مشاكل تخوفك على مستوى الشراك المالية والعاطفية نفس الشيء ما في أي مشاكل الأمور مستقرة تماما وبالعكس يعني ممكن يجيك بعض أنواع الدعم على مستوى البيت الثامن ممكن تلاقي إشي ما كنت فاقده أو يجيك سداد دين أو يجيك نوع من أنواع الهبة أو الهدية خلال هذا النهار بالنسبة لبيتك الدراسة والسفر ما في أي شيء لا ضدك ولا معك خلال هذا النهار فعشان هيك لا تعتمد على الحضوض ولا أنك تقول فيه سلبيات هذا بيت مفتوح بالنسبة للدراسة الجامعية بالنسبة للسفر بالنسبة للاتصالات بالنسبة للمحاكم بالنسبة لعلاقاتك مع الأصدقاء ومع المحيط تبعك المستوى الاجتماعي تبعك هذا شوي في نوع من أنواع الضغوط بدل على عصبيتك ردات فعلك العصبية أو تفسيرك للأمور بحساسية عالية جدا فبدعك تحاول أنك تضبط أعصابك بشكل كافي ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم من أشخاص بتعرفهم أو أشخاص يمدوا إيد المساعدة لإلك يساعدوك في خلال الفترة هاي ولكن بدك تنتبه أنت لسه شوي في بيت متاعبك في شوي من العيون مفتوحة عليك فعشان هيك لا تخالف القوانين وما تدخل في أي شيء مشبوه عساس أنه ما يتسجل هذا الموقف عليك وأي توععك صحي بيصير معك في خلال هذا النهار فهو أمر عابر مش أمر مستمر برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة بتناقش مواضيع تمويل أو قرد أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها بتناقش مواضيع مهمة وبتجتاز امتحان صعب عالج الشؤون العائلية المهمة طبعا هذا بالنسبة لأ اعتمادنا على حركة القمر ولكن بدنا نشوف احنا بالنسبة للوضع الكامل إليك على حسب خارطك الفلكية إيش بيحكي لك على المستوى الشخصي أنت شوي اليوم مرهق ومش حاب تتحرك مش حاب تعمل إشي حاب أنك أنت تريح حالك لأنه شوي أنت انضغطت خلال الأيام الماضية على المستوى المالي يعني مش كثير الأمر بالنسبة لإلك يعني مرهق بالعكس أنت عندك قدرة على السيطرة عليه وعلى ترتيب أمورك المالية وفوترتها وسيطرة عليها يعني الأيام الماضية ساعدتك برضو أفكارك بأنك أنت توصل للمرحلة هاي أو ترتب الوضع المالي بشكل أنه يكون مسيطر عليه بالنسبة لإتصالاتك شوي أنت عندك نوع من التسرع عندك نوع من أنواع العصبية عندك حدية في طباعك بدك تنتبه للنقطة هاي على أساس أنه أنت ما تسبب لحالك بعض المشاكل ممكن يصير عندك بعض الأعطال إما في سيارتكو أو في هاتفكو أو في شيء إلو علاقة بالإتصالات إلك أو لغيرك على مستوى البيت يعني أنت مرتاح ما في أي مشاكل ضدك بالعكس الأمور مستقرة تماما ما في نوع من أنواع الضغوطات المنزلية مع الإخوي أو مع العائلة مع الأب مع الأم على المستوى العاطفي عندك نوع من أنواع الضغط الخفيف جدا ولكن أنه مش إشي بسبب مشاكل نحكي منه بصير قطيعة منها ولكن أنه يعني أمر مستقر لا معك ولا ضدك رغم أنه في بعض الخلافات ممكن تواجهك في ساعات الظهر ولكن أنه عابرة رح تمر على مستوى العمل أنت مسيطر على الوضع الوضع الصحي تبعك شوي أحسن ولكن بدك تنتبه في ساعات المساء إذا حسيت ببعض الإضطرابات الصحية أنت يعني أمور عابرة بتكون مثل مغص أو صداع أو شغلة مثل هيك وبعدين بختفي يعني بعد ساعات بسيطة بختفي الموضوع كأنه ما كان إشي موجود على مستوى الشراكة يعني ما في أي إشي لا ضدك ولا معك الوضع المالي والعاطفي مستقر يعني ما فيها الإشي اللي فيه خلاف أو اللي بخوف على مستوى بيت الغيبيات برضو وضع مستقر تماما ما في أي مشاكل بالعكس يعني ممكن تلاقي إشي أو تعثر على ملف أو ورقة كانت مخفية أو تجدها بالصد فيه ذكرك بمواقف قديمة على مستوى الدراسي والاتصالات عندك نشاط حلو إذا كان عندك امتحان الوضع رح يكون ممتاز على مستوى الجامعي برضو ممتاز جدا الاتصالات الخارجية داعمة لإلك وممتازة جدا ولكن دك تنتبه في المساء أنه حاول أنه أنت ما تنفعلش ما تعصبش على مستوى علاقاتك الاجتماعية أو علاقاتك مع الأصدقاء بدك تدير بالك من فرض الرأي والسيطرة لأنه هذا الإشي رح يسبب لك نوع من أنواع النفور لآخر يوم هذا الأيام الماضية كانت نفس الشيء كنت أنت شوي متوتر هيك وبتحاول تفرض سيطرتك أو تحاول أنك تكتشف أشياء غمضة في شخصيات اللي حواليك فهذا شوي ممكن سبب لهم الإزعاج أو سبب لك أنت نوع من أنواع التوتر على مستوى الدعم الخارجي عندك مساعدات خارجية ممكن تجيك حد يدعمك بطريقة غريبة أو شخص أنت ما بتعرفه ويدعمك بالفترة هاي بشكل إيجابي ولكن بدك تنتبه لصحتك وللإرهاق لأنه شوي في علامات هنا بتدل على أنه راح تتقلب الأمور عندك فيعني حاول أنك ما تجهدش حالك الزيادة عن اللزوم وحاول أنك ترتاح من فترة لأخرى حاول أنك أنت تتكيف أنه عادي ممكن أشخاص يوعدوك بشيء ويخلفوا معك يعني بدك هذا أو أمور أنت تكون موعود فيها وما تزبطش أو أشخاص يكونوا دوم يقدموا لك مساعدة وبعدين يبطلوا هذا متوقع خلال هذا النهار برج الدلو ترغبوا في تعزيز شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر حاذر الخلافات وما تضخم الأمور تبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر من إثارة العدائية والبلبلة مزاجك شوي متقلب وعصبي ممكن يثير النفور من الناس اللي حواليك أو الناس اللي حواليك طيب هذا بالنسبة لحركة القمر وإيش بتأثر عليك ولكن خلينا نشوف إحنا خارطتك الفلكية وإيش بتحكي عشان نشوف مين اللي أدق في التوقعات اللي نعتمدها بالفترة القادمة بالنسبة لوضعك النفسي لسه شوي تعبان لأن القمر لسه ما وصل عند كل موليد برج الدلو والقمر بما أنه موجود مقابلهم تماما فهذا الإشي بضغطهم نفسيا بسحب من طاقتهم فشوي نفسيتك مش بالشكل اللي أنت بدك حسسيتك عالي جدا مزاجك مش مرتاح عندك ضغط مالي عندك التزامات مالية عندك فواتير عندك تفكيرك كله مصبوب على الفوترة والترتيب وضعك المالي ديروا بالكم من المصاريف لزيادة اللي ما إلها أي داعي عندكم نشاط اليوم بعمكم خصوصا بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والحركة إيجابية رح تكون عمستوى البيت الأمر شوي إيجابي مريح يعني معكم مش ضدكم علاقتكم مع الإخوة أو مع العائلة برضو إيجابي المستوى العاطفي نفس الشيء تقريبا مستقر ما في أي شيء إلا أنه المساء بدك يدير بالك من بعض التوترات والإنفعالات بالمستوى الصحي برضو نفس الشيء الأمر مش مقلق بالنسبة لإلك كلها أمور عابرة وبتمر بسلام إن شاء الله مستوى الديون والأشياء المفقودة أو الأشياء لهذا برضو نفس الشيء مستقر ممكن تحصل على بعض الديون إلك خلال هذا النهار اللي عندهم امتحانات جامعية أو عندهم سفريات اليوم ممتاز جدا اللي بدهم يدموا لا هجرة أو لا سفر برضو ممتاز داعم لإلهم بشكل إيجابي جدا مواصلاتكم مع الأجانب أو الاستراد أو التصدير أو المحاكم القضائية برضو بتكون لصالحكم في الفترة هاي ولكن ما تعتمدوا على الحظوظ حاولوا إن كنتوا تكملوا كل أوراك وتكونوا جاهزين لأي عمل أو أي شيء اللي عنده امتحان برضو ما يعتمد على الحظوظ الكاملة يعني حاول إنه يكون مستعد إذا دخل على قاعة الامتحان بالنسبة لعلاقاتكم مع أصدقائكم أو المقربين متاعبك ما زال مشغول فعشان هيك بسبب لك نوع من أنواع التوتر والنفور وممكن تنوعد بأشياء كثيرة خلال هذا النهار وما تصير ممكن تفشل بعض المخططات اللي وعدت فيها في الفترة الماضية وبرضو ما تزبط ممكن بعض التوعقات الصحية تجيك بشكل مفاجئ فعشان هيك بنقول لك لا ترهق حالك زيادة خلال هذا النهار حاول إنك أنت تنظم جدول أعمالك بشكل إيجابي على أساس أنه أنت تتفادى أي مخاطر لأنه معروف برضو القمر مقابلك تماما وهذا بيشغلك وبيت متاعبك لكل الكواكب موجودة فيه برضو نفس الإشي بأثر عليك بشكل سلبي والشمس لسه ما وصلت لجميع برج الدلو فعشان هيك لسه الوضع ضاغط برج الحوت ببدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك طبعا هاي التوقعات بالنسب لحركة القمر ومكانه في البيت السادس لا إلك خلينا نشوف إحنا الخارطة الفلكية كاملة إليك إيش بتحكي وإيش ممكن إحنا نحلل فيها عشان نعطيك النتيجة يعني البيت الأول بالنسب لإلك شوي يعني بعطي فيه نوع من أنواع السلبية فشخصيتك شوي اليوم مش مرتاحة نفسيتك مش مرتاحة ما عندك الحرارة الكاملة أو النفسية الكاملة عشان أنت تنجز أي شيء خلال هذا النهار حاسس أنه هيك فيه عندك نوع من أنواع التشاؤمية خلال هذا النهار الوضع المالي بالنسب لإلك يعني مستقر ما فيه هالضغط المالي اللي نحكي عنه ضغط الكبير بتحاول أنك أنت ما تصرف كثير يعني ممكن يجيك دعم أو هدية أو شيء من عمل إضافي برضو رح يكون بشكل إيجابي البيت الثالث بيحكي عن التنقلات عندك تنقلات وعندك حضوظ بالمواصلات ممكن تعارف جديد أو تواصل مع أشخاص أنت بتحترمهم وتحبهم ولكن مش زي النشاط الأمس يعني النشاط اليوم رح يكون أضعف شوي على مستوى البيت الأمر مستقر تماما سيطر على الوضع تماما ما فيه أي قلق باتجاه أحد الوالدين ولا مع الإخوة ولا حتى على مستوى الأبناء على مستوى العاطفي برضو نفس الاشي أنتم سيطر على الوضع تماما رغم أنه إحنا يعني القمر شوي نبه من نقاط شوي إلها علاقة بالعاطفي ولكن أنه أنت ما فيه عندك أي خسارات اليوم بالعكس اللي قسرته بالأمس ممكن أنك أنت تصلحه اليوم بالنسبة للوضع الصحي ما فيه أي مشاكل اللي عنده بده يدّم لعمل أو فرصة لعمل فترهاي برضو بتدل على فرصة للعمل إلهم ممتازة بالنسبة لمستوى الشراكي برضو شراكي مالية عاطفية ممتازة ما عندهم أي مشاكل ولكن في ساعة المساء بدهم يديروا بالهم ممكن يصير عندهم نوع من أنواع الضغط العصبي على المستوى الثاء البيت الثامن بيت المواريث والغيبيات والشغلات والمستشفيات والأشياء هاي برضو الوضع ممتاز جدا ما فيه أي شيء بالعكس ممكن أنه في ساعة الظهر تلاقي شيء يذكرك بشيء ماضي أو تسلل لك بعض الذكريات أو الأفكار القديمة وممكن تلاقي شيء أنت كنت فاقده من زمان على مستوى البيت التاسع والامتحانات الوضع برضو فيه إيجابية ولكن مش الإيجابية القوية عشانك بقول لك ما تعتمد على الحظ في منكم ممكن يفكر في السفر أو يبلش يجهز للانطلاق أو للسفر أو للتحركات خلال الفترة القادمة فهذا رح يكون بشكل إيجابي ولكن أنه عصبيتك رح تتركز على آخر ثلاث بيوت من القارطة الفلكية اللي هي بيت الصداقات وبيت العلاقات وبيت السمعة وبيت المتاعب هذولا مغلقات بسلبية كاملة فدير بالك أي تعامل مع أصدقائك فرض الرأي أو العصبية ممكن يخسرك أحد أصدقائك خسارة وممكن ما يصير من بعدها رجعة فبدك تكون حذر من النقطة هاي ما تحلل الأمور بعصبية وبغير منطقية وتتخذ القرارات المتسرعة وبعدين تنخلق لك مشاكل ما تحاول أنك تخالف القوانين نهائيا مهما أنه فرض عليك أنك تخالف القوانين ما تحاول لأنه هاي فترة صعبة شوي عليك وبالنسبة لبيت متاعبك شوي سلبيته عالية جدا فهذا بيدل على أنه دير بالك على وضعك الصحي برضو كمان اليوم من الوهن والتعب والأمور الصحية وما تعتمد على كلام أي شخص لأنه ممكن أي شخص يوعدك بشيء في خلال هذا النهار وممكن أنه ما ينفذ وعده ويكون إشي مفشل فلا تعتمد على أي وعد إلا لحد ما يصير بين إيديك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله وارضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك